اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحكي امت الفترات الجيدة امت الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتواريخ اللي انا بحذرك منها بالنسبة للغالب عليكم يا موليد برج الحود هذا الشهر يعني بحمل كثير من المكاسب المالية اغلبها عادة تيجي من عمل اضافي وفرصة للحصول على هدية او جائزة بتفكر حول افضل السبل لكسب المال خلال هذا الشهر الموضوع المالي هو اللي رح يكون غالب عليك بشكل كبير قسم كبير منكو برضو رح يستفيد في مجال العقارات والعلاقات العائلية يعني يا بيشتري عقار يا بيستبدل عقار يا بيغير سكنه يا بابني يا اشياء العلاقة بالعقارات واللي بيشتغلوا في مجال العقارات هم اكثر المستفيدين لانه ارباحهم بتكون جيدة بس بدكوا تديروا بالكم من شغلة واحدة انه هو بدكوا تحذروا من تآمر اشخاص من وراء الكواليس بتآمروا عليكم بحاولوا انهم يخدعوكم او يضللوكم وممكن انه انتوا تكونوا عارفينهم او تكتشفوهم بس اهم اشي انه ما تنصابوا بالصدمة اكثر اشي بارقك الامور المالية والضغوط والالتزامات وبينصب تفكيرك على تسديد الفواتير والديون وتوفير المال هذا الشهر بيوعد بنتائج ممتازة مالية وفرص ثمينة لحصد المال ولكن بدك تنتبه من البذخ والتبذير والصرف الغير عقلاني للاموال اهم شي انك انت ما رح تخاف من الامتحانات والمنافسات رح تكون مستعد وممكن انك انت تجد ان النجاح رح يكون حليفك فيه برضو بعض الانشغلات العائلية والادارية ولكنها بتسير بشكل ايجابي هذا شهر كمان بيحمل في طياته اشياء كثير رومانسية والحب والغزل والعواطف القوية ورغبة في تعزيز الروابط والارتباط والمصالحة اما بعد 19 الشهر بيكون افضل كمان اكثر وخاصة على المجالات اللي الها علاقة بالتواصل والاتصالات والسفر فبتكون النتائج اكبر بكثير من السابق ان شاء الله اما بالنسبة للخارطة الفلكية فبقولك انا بالنسبة للبيت الاول يعني شايف انه الامور ما رح تكون ايجابية كثير وما رح تكون سلبية يعني بدنا نقول انه امور روتينية الغالب عليها الطابع الايجابي يعني كل يوم بتلاقي فيه ايجابية على المستوى الشخصي نفسيتك شوي رح تكون روتينية ولكن في لحظات رح تصير ايجابية قوية جدا بس انه فيه اوقات مثلا القمر بيكون في منزلة ما بدعمك فيها بشكل قوي وهذه ما رح تكون يعني ايام كثير يعني ما بتتجاوز كلها طيلة الشهر كلها على بعضها بتجيش سبع ثمان ايام فعشان هيك الغالب رح يكون عليك روتيني وجيد فبتلاقي نفسيتك احسن عندك قابلية للتواصل للتجديد للاهتمام بمظهرك اهتمام بشخصيتك كل هاي الامور رح تكون جيدة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاهتمام المالي هو الغالب عليك واللي رح يكون مركز عليك بشكل قوي خلال هذا الشهر طبعا فيه ايام جيدة جدا او بتصل لمرحلة الممتازة من ناحية انه انت لو استغلتها ماليا رح تجيك مردودات مالية جيدة فعشان هيك يقولك انه لازم انت تتابع للتوقعات اليومية عشان تعرف هاي الايام وتعرف تستغلها بايش وتعرف الايام الضغط عليك ماليا اللي بتطلب منك انك انت تكون منتبه على اساس انه ما تزيد المصاريف فيها وبرضو اذا صارت عليك مطالبات تكون جاهز لها ولكن الاغلب انه هذا الشهر انت رح تهتم بالامور المالية ورح يكون في نتائج مالية جيدة جدا اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه تقريبا نحكي اول ثلاثة عشر يوم رح يكون عندك نشاط عالي جدا اه قدرة اقناع عالية جدا اه يعني مش رح تهدى من التحركات اتصالات اه مؤسسات اه لها علاقة بالسفر او لها علاقة بالاتصالات ممكن انت تشتري تليفون سيارة او اه تهتم بهاي الامور بشكل كبير ما بدي احكي انا بعدها بدي اصير في ضغط لا هي بتصير روتينية ولكن بترجع بتشد عليك كمان مرة اللي هي تقريبا من يوم اه واحد وعشرين الشهر بتلاقي الامور صارت ايجابية كمان ترجع بتدعمك كمان مرة فعشان هيك الامور منقدر نحكي انه هي بالغالب هذا الشهر رح هي يغلب عليك الحركة والنشاط والاتصالات الكثيرة اما بالنسبة للبيت الرابع ما انا بحذرك منه بشكل كبير هذا البيت هذا بيت البيت بيت العائلة اه اللي بيشتغلوا في مجال العقرات رح يستفيدوا رح يكون في امور رح اتهمكم بشكل كبير ولكن انه في ايام رح يكون في نوع من انواع الضغط ضغط بمشاكل او ترك بيت بشكل قصر يعني ترحيل بمعنى اخر انه انت مستأجر مثلا بيت يجي شخص مثلا صاحب البيت يقول لك انا بدي البيت هاد لازم تطلع منه فبدك تكون مهيئ لهاي الامور مهيئ انه يصير في عندك بعض الاعطال المنزلية اللي تطلب منك الاهتمام بعض المشاكل العائلية تطلب منك انه انت تكون لبق وتبعد عن العصبية في حلها اما بالنسبة للبيت الخامس فانا بحكي لك هذا يعني الشهر هذا رح يكون متقلب في هذه المسألة خصوصا هذا بيت العاطفي حضوض ما تعتمد على الحضوض نهائيا بدك تعتمد على جهدك خلال هذا الشهر لانه هذا البيت بيسكر لك الحضوض انه ما فيه ولكن على المستوى العاطفي رح نلاقي انه الابراج بتنقسم من النص على حسب الطالع اذا بدعمك البيت الخامس هدولا اشخاص ممكن انهم يرتبطوا او يتجوزوا او يبدأوا بعلاقات غرامية ممكن توصل لمرحلة الارتباط اذا كان طالعك بضغط بشكل سلبي على السلبية اللي موجودة في البيت على حسب هاي الخارطة معناتو بدي اعرف انه فيه ممكن توصل لمرحلة الفصل او مشاكل انه طول مدتها لعملية الحل فعشان هيك بقولك لازم تسمع برجك وتسمع طالعك عشان تعرف التأثير هذا قوي مضاعف ولا روتيني اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف على مستوى العمل برضو نفس الشيء جيد اول تقريبا اسبوع بعدين راح تنضغط بالعمل بشكل كبير راح يصير عليك مسئوليات كثيرة راح تتهرب من العمل وممكن انت تراكم الاعمال عليك لدرجة انه انت يصير صعب عليك انجازها او ممكن تدخل بخلافات مع رؤسائك بالعمل او المسئولين عنك بالعمل من وراء تقصيرك فعشان هيك بدك تكون نشيط وما تتغيب عن عملك تحاول تنجز اعمالك بوقتها اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فانا شايف على مستوى الشراكة اللي هم الازواج يعني لغاية 13 شهر بقول ايجابي قوي جدا بدعمك بحضوض عالي جدا بينك وبين الشريك يعني الزوج او الزوجة بيت العاطفة بين الحبيبة اللي بيحبوا بعض هذا بيت المرتبطين بعقد هذول ازواج شركاء فعشان هيك منقول انه اول 13 يوم ممتازة جدا بين الشركاء اذا كان في مشاكل بينهم ممكن انه يصير في مصالحة ممكن انها زوجة ترجع للبيت للزوج او الزوج يصير يفكر فيها بده يرجعها فالفترة هاي جيدة لهاي الامور ممكن تدخلوا بشراكة مالية توقعوا على عقود او تبدأوا في عمل شركي هسا نهاية الشهر هو روتيني في ايام صعبة ولكن روتيني وفي ايجابيات ولكن انه برضو متقطع فعشان هيك منقدرش نحصر الايام او نقولكو هذا اليوم اتركوه هذا راح يكون جيد ولكن الغالب على هذا الشهر راح يكون الصفات اللي انا احكيتلكو اياها اما بالنسبة للبيت الثامن يعني هذا بيت الدعم الخارجي الاموال الخارجية يعني الاموال اللي انت ما بتمتلكها يعني اموال شريكك او شريكتك اموال اللي لها علاقة بالقروض بالمنوك لها علاقة بالضريبة لها علاقة بالتأمين لها علاقة بالميراث فيه نوع من انواع الروتين خلال هذا الشهر يعني وضع روتيني على مستوى هاي الاموال ولكن انه في كل يوم فيه عندك خبر على هذا الموضوع او فيه اشي ايجابي راح يجيك ساعتين ثلاثة في هذا الموضوع بتكون ايجابية بتدعمك في هاي النقطة فعشان هيك فيه فرص انك تحصل هاي الاموال من هاي الابواب اللي انا ذكرتها ولكن في المقابل رح يكون فيه ايام رح يصير عليك مطالبات مالية فبدك تكون جاهز لعملية الفوترة او للمحاسبة القانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه اول اسبوع بنقدر نحكي انه روتيني ما فيه ولا اي شيء فيه شوية صعوبات في اوله بعدين بصير روتيني متقطع الحضوض بعدين بيجي عندك من يوم تسعة الشهر لا نهاية الشهر بدعمك بشكل قوي جدا على كل المسائل اللي لها علاقة بالسفر لها علاقة بالامتحانات بالقضايا القضائية بالتنقلات البعيدة او بالسفريات البعيدة العمل مع المؤسسات التعليمية الجامعات كلها هاي بتكون ايجابية وقوية بتدعمك بشكل جيد جدا فعليك انك انت تكون مستعد لها على اساس انه انت يعني تحصد من الفرص اللي ممكن تكون لك في من هذا البيت اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه اول عشر ايام او اول احدى عشر يوم برضو الروتين بيكون متقطع على مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة او الشركات لكبيرة ولكن بعد اليوم الاحدى عشر اللي هو من يوم اتناعش لا نهاية الشهر بلاقي الامر صار ايجابي قوي جدا فمنكم ممكن ينقبل بوظيفة في مؤسسة كبيرة او ممكن يجيك عرض لمؤسسة كبيرة او ممكن انك تترقى او تستلم ادارة او عمل مهم جدا ممكن يرقيك بالفترة القادمة رح يكون في عندك انجازات عالية جدا على مستوى الاعمال وممكن يصير في نوع من انواع التعاون ما بينك بين زملائك ورأسائك في العمل على انجاز هاي العمل فعشان هيك بتكونوا جاهزين ومستعدين عشان تحصدوا اكبر نتائج من الحضوض او من الدعم من هذا البيت اما بالنسبة للبيت الاحدى عشر اللي هو بيت العلاقات العامة وبيت الاصدقاء فهذا البيت شوي بدك تدير بالك يعني ماشي روتيني ولكن ضاغط بسلبية اكثر فعشان هيك بقولك انه طول الشهر رح يكون في نوع من انواع المناوشات او المشادات الكلامية بين معارفك فعشان هيك بدك تخفف من حديتك شوي لغاية اخر اسبوع اخر اسبوع رح يكون في قوة من الخصام والحدية عندك عالية جدا لدرجة انه ممكن انت تتفاجأ بصديق وتفشل العلاقة بينك وبينه ممكن تصير قطيعة بينك وبين صديق ممكن توصل لمرحلة انه انت تنصدم من الشخص اللي انت ممكن تكتشف خيانت ولا اليك او تآمر عليك او افشاء اسرارك فعشان هيك بدك تكون حذر ممكن من بداية الشهر تبلش انت تكتشف هذا الشخص ولكن انه في نهاية الشهر بكون الامر بصل لمرحلة النهاية او القطيعة اما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرت انه بدك تدير بالك من اشخاص بتتآمر عليك من وراء الكواليس اشخاص بتحاول انها تحيك لك او تتآمر عليك ربنا يجعل كيدهم في نحرهم بدك تكون حذر جدا بدك تحاول انك انت تدرس كل الناس اللي انت بتعرفهم تعيد دراستهم تعرف نواياهم تغربلهم بمعنى اخر لانه بارضه تنساش انه الدلو زحل بدو ينتقله فعشان هيك رح يكون ضاغط خصوصا على اول موليد برج الحوت بشكل قوي جدا خصوصا على المكائد او على التآمر من وراء الكواليس حاولوا تنجزوا الاعمال الضرورية ما تخلوها تتراكم حاولوا انكوا برضو تنجزوا اي شيء له علاقة بالصحة التزموا بالادوية اللي بتنصرف لالكم الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنة زي ضغط وسكر وقلب واشياء من هذا النوع هدولا بدهم يديروا بالهم على صحتهم بشكل كبير لانه ممكن يتفاجأوا انه لبعض التطورات لا قدر الله خلال هذا الشهر لام مرض مزمن انه يرجع يظهر على الساحة مرة ثانية بقوة فعشان هيك بتكونوا مستعدين ومحتاطين عشان تطلعوا من الانتكاسات هيك انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء